ردك يا علي بيقولك بعد الاربعين لازم تاخد حباية اوميجا 3 كل يوم علشان الكوليسترول والدهون السلسية والدم بتاعك تدفع برضو هقولك برضو ان برضو في سنة 2019 اتعملت ابحاث ان لقوا الناس اللي قالك الاوميجا 3 تبدأ موجود فين موجود في السمك وموجود في المقصرات وكلام ده فلاقوا ان الناس اللي بتاكل مقصرات وابتاكل اسماك صحتها بتتحسن كويس جدا فقالك تبقى كويس او نستخلص بقى الكلام ده كله وندهولهم في صورة حبوب او مكمل غذائي في اوميجا 3 او اوميجا 6 او اوميجا 9 وكلام ده ونعمل لهم خلطة كده مجموعة الاميجا وندهر لقوا ان صحة الناس اللي هي بتاخد الحاجات ده من السمك والفكة والمقصرات وكلام ده احسن بكتير من اللي بتاخدها من شكل حبوب وفيتامينات انا بقولك حاجات يعني يعني مش بقولك بقولك ابحاث جديدة هقولك على معلومة تاني اكتر مهمة جدا فيتامين سي اللي الناس كلها بتاخده يقولك لما يجيلك دورفارد خد كمية من الفيتامين سي واشرب واقصر ومعرفش الكلام ده كله هتشرب بطوء انا ولا شات لموه يكفيك بس من 40 لـ 100 ميلي جرام من فيتامين سي في اليوم هو ده احتجاج جسمك ده امتصاص بك اكتر من كده مالوش لازمة اكتر من كده دخل بقى يعني الكلا هتنتصه لان الفيتامين بيدوف المياه جسمك مش هيدرك جامد اوي الا لو خدت منه جرعات عالية اوي اوي هوجعلك اجاز الهضمي او هيعملك اسهال او هيعملك كلام ده كله انت كل اللي محتاجه برطقان لامونة حتة كانتالوب خلص الموضوع واحد افوكاتو مش محتاج بقى تروح تجيب بقى 1000 ميلي جرام ومش اللي انت بتشوفها دي و 5000 ميلي جرام و 3000 ميلي جرام و 20 ألف ميلي جرام وكلام ده كله هو احتاج 40 ميلي جرام هي البرطقانة او هي اللامونة او التفاحة او كل ده موجود في الكلام ده كله ده بالنسبة لفيتامين سي وبالنسبة لفيتامين ايه طيب فيتامين دي برضو ده من الفيتامينات اللي هي المهمة جدا ده موجود فين في فيتامين دي موجود في الشمس الشمس امشي مش محتاج الجرعات الكبيرة دي الا لو دكتورك الا لو دكتورك قالك انك عملت تحليل ولاقيت عندك نقص شديد مصريات وهتاخد لحد ما تعود مش هتاخده على الفضل والمليون يا دكتور الفلاح اللي بيفحط في ارضه وبينزل كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 4 يعمل ما شاء الله صحتهم بتبقى لغاية التمانين وتسعين زي الفل بسبب اشعة الشمس وبسبب فيتامين دي احنا بقى ابناء المدن اللي بنتعرض للشمس واحنا لابسين بكم او بنصكم بس في طريق الازهاب او العودة في العربية ما يبقاش قليل بالنسبة لنا خلينا برضو نتكلم كلام علمي شوف انت قلت حاجة مهمة جدا انت قلت الراجل اللي بيروح الشغل بتاعه والكلام ده كله انت انا برضو مش عايز انساق ورا فقر التسويقي هو الفقر التسويقي بيقول لك ايه خد الحاجة دي هتبقى كويس طب ما قالكش ليه غير اللايف استايل بتاعك ما قالكش ليه تحرك احسن ما قالكش ليه كل بطريقة احسن ما قالكش خلي اكلك بطريقة صحية كويس زود حركتك امشي في الشمس سوى بيقول لك ايه ما تعملش الكلام ده خد البطاعة دي خد التركيبة دي هتبقى كويس انت برضو مش عايز ورا تسويق فكري تسويقي انت قعد في الندينة انت ما بتعملش اي حاجة انت قعد في البيت ما هو دك برضو وما بتتحركش ما هو دك برضو مش صح عليك هو اللي انت هتاخده ده مش هيحسلك اللي انت القعدة اللي انت قعدها انت لازم تغير اللايف استايل بتاعك لازم تزود نشاطك الحركة لازم تاكل اكل بطريقة صحية لازم تاكل اكل في كل العناصر اللي جسمك محتاجها مش محتاج انك انت بقى تقعد في البيت ما تتحركش ما تشوفش الشمس وتاخد المكمل الغذائي ده وتصحتك هتتحسن هتتحسن ازاي طيب ترجمة نانسي قنقر